فاتوح النهاردة رائع رائع كان عنده جابها صعبة جدا ناحية اليمين بس كالعادة رائع فاتوح دفاعيا وهجوميا الوينش اللي عادي بتاعه صحيح هنخسره في مبارات العودة بس الباقي يسده والباقي رجالة الوينش رائع كالعادة رائع منتهى الرجولة منتهى الرجولة محمد عبد المنعم الحبة اللي لعب فيهم كان رائع مميز قبل ما يصاب ويخرج وهو بيخرج الناس قالت ياسر إبراهيم لا ياسر إبراهيم لا ياسر إبراهيم يخض ياسر إبراهيم مش متعود على المنتخب ياسر إبراهيم ما بيشاركش كتير مع المنتخب ياسر إبراهيم دي يعني مشاركة ندرة لي مع كارلوس كيروش وبالتالي مش هيفهم خط الدفاع أو مش هيفهم المنظومة الدفاعية منتخب مصر الفترة اللي لعبها أو اللي لعبها ياسر إبراهيم مع منتخب مصر بعد إصابة محمد عبد المنعم كان أفضل واحد في منتخب مصر أداء مدهش أداء رائع أداء في منتهى الرجولة وده أو دي الفكرة في كلوس كيروش ودائما أنا بقولها لحضراتكم إنه أي لاعب بيخش في منظومة كلوس كيروش لو لأول مرة لو أنا معدي في الشارع كده وكلوس كيروش قال لي تعالى خش معنا المعسكر هتلعب معنا المطش الجاي هعرف هخش في المنظومة بتاعته ليه؟ هو عامل منظومة فأي لاعب إحنا خدنا على كده مع كلوس كيروش نعيجي يقول لك إيه هحط لك عمر جابر أهلا وسهلا هيقدي هحط لك عمر كمال عبدالواحد يا سيدي هحط لك إمام عشور يمسك مانيف مباراة نهاية أفريقيا هيقدي هنزل لك مهند لاشين تمام خد دونجا النهاردة يلا ياسر إبراهيم تمام أي لاعب بيشارك في منتخم مصر مع كلوس كيروش بيتقلق وبيخش المنظومة ليه؟ عشان أي لاعب في منتخم مصر ما بيواجهش حد لوحده هو محمي طول الوقت يعني ياسر إبراهيم هيبقى وراه هيبقى مع فاتوح ومع عمر السلية وحمدي فاتحي موجود هتلاقي اتنين لعيبة تلاتة لعيبة حوالين بعض طول الوقت دي منظومة كلوس كيروش الدفاعية بتحمي كل مدافع وتخليه يطلع بشكل كويس عشان ما بيلعبش واحد ضد واحد مدرب ناجح ومدرب رائع وكل خطوة بيمشيها مع منتخم مصر هي خطوة ناجحة وخطوة رائعة وخطوة عظيمة تحسوا كده النهاردة وهو واقف مع اللاعبين قبل بداية الشوت التاني وهم بيقروا الفتحة وبيتكلموا في تعليمات الموديل الفني وهو واقف وسطيهم تحسوا من روحنا تحسوا مننا تحس خلاص الراجل شرب من لها اشتركوا في القناة